ومن الجزائر تنضم إلينا لساذة حدى حزام المحللة السياسية سيدة حدى كيف يمكن أن نفهم ما قال عنه رئيس الأركان إنه مؤامرة تحاك ضد الجزائر من العام 2015 مساء الخير في الحقيقة أنا لا أدري ماذا يقصد ذلك بالتحديد لكن ربما يتحدث عن قضايا الفساد التي نخرت المجتمع وأيضا استهداف أجهزة المخابرات التي تم تفكيكها ومما عرض البلاد إلى خطر الاختراق من طرف الخارج لا أدري بالضبط ماذا يريد بهذا لأنه لم يفصح بالتحديد ربما هناك خلافات داخل مؤسسة الجيش أو لا أدري بالضبط ماذا يقصد بهذه المؤامرة التي تحاكد ذلك إذا كان يقصد بذلك قضايا الفساد وما لابس الفساد من اختراق كما أشرت أنت هو أيضا أشار إلى أن الحرب ضد الفساد يراد التشويش عليها ويراد القطر طريق عليها نعم في الحقيقة نعم منذ بداية ملاحقة بعض الفاسدين وخاصة رؤوس العصابة مثل ما يسميهم الشعب الجزائري هناك أدرع هذه العصابة والمستفيدين منها الذين ما زالوا في الخارج بدأوا يخترقون الحراك ويطالبون حتى بوقف المتمعات ضد بعض الأسماء بحجة أن العدالة حاليا هي عدالة تتحرك بأوامر وبالهاتف وبالتالي ليست عدالة مستقلة وينزب الذهاب أولا إلى بناء دولة القانون قبل ذهب إلى هذه المتمعات ولكن في الحقيقة هذه الملفات كانت جاهزة منذ سنوات لكن رئيس الجمهورية السابق وأيضا وزير العدل المتورط في الكثير من قضايا الفساد كان يتسطر عليها ويقدمون فقط بعض الأسماء التي ليست لديها وزن في السلطة يقدمونها كبش فداء للمحاكمات لكن الفاسدين الحقيقين ما زال أغلبهم خارج الأسوار ومتابعة الوزيرين الأولين السابقين أظهرت مدى الفساد المستشري في هرم السلطة وحتى القاعدة أيضا طيب سيدة حدام ما علاقة ذلك بالحراك الشعبي الذي لم تتحقق مطالبه حتى الآن في الحقيقة الحراك الشعبي تحققت الكثير من مطالبه بدأ خرج الحراك في البداية ضد العهد الخامسة ثم ضد التمديد وأيضا طالب حتى بمتابعة الفاسدين لكن بقي هنا ما زال يطالب محقا أيضا بإبعاد حكومة بدوي المتهم بالتزوير وبتزوير ملف ترشيح بوتفليقة وكل هذه مطالب ما زالت حقيقية أيضا المطالبة بإبعاد رئيس الدولة لكن في الحقيقة إبعاد رئيس الدولة سيعرض البلاد إلى فراغ حقيقي دستوري وبالتالي ربما نجد أنفسنا في أزمة حقيقية لكن مطلب إبعاد الحكومة الحالية هو مطلب حقيقي أيضا هناك مطلب الذهاب إلى الحوار لإيجاد مخرج أيضا هو مطلب أغلبية الشعب الذي يخرج إلى الشارع وإن كان الشارع بدأ حاليا بدأ ينقسم على دعاة الهوية والمطالبين بإيجاد حلول وذهب إلى رئاسية في أقرب الآجال شكرا جزيلا لك حد حزام المحللات السياسية من الجزائر شكرا جزيلا لك